اشتركوا في القناة قدم ملف ترشحه وقت انعقاد هذا الاجتماع اللقاء التشاوري حملت مخرجته خمس توصيات اهمها دعم مطالب الشعب خاصة بعد مسيرته الجمعة الماضي مع التأكيد على التغيير العميق في تسيير شؤون البلاد رفض اي التفاف على مطالب الشعب في التغيير العميق لنظام الحكم في الجزائر ما يسجل في البيان الختمي للقاء المعارضة عدم الاشارة للموعد الرئاسي القادم او اي مبادرة للمرشح التوافقي للمعارضة النقطة التي اطلقناها من قبل المتعلقة بالمرشح التوافقي هي تقريب قضية قد تجاوزها الزمن لقاء جاب الله ببن فليس رئيس حزب طلائع الحريات ونور الدين بحبوح رئيس اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية وشخصية اخرى لقاء لم يثمر الا بتلقب جديد لما ستسفر عنه ساعات ما قبل انتهاء مهلة تقديم ملفات الترشح في الثالث من مارس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر